أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزائنا المشاهدين المتابعين معانا على القناة وكمان أهلا بكم أعزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفونا الأول مرة وبنقول للجميع أسعد الله منامكم ان شاء الله النهاردة في لقاءنا مع بعض هنتكلم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى وهيكون معانا في لقاء اليوم تفسير رؤية الدجاج في المنام وفي ناس بتقول عليها فراخ وناس بتقول عليها فروج وطالما قلنا ان في ناس بتقول عليها فروج فإن أي حد شاف رؤية في المنام الفراخ أو الدجاج بصفة عامة وكان عايش في هموم وأحزان وقرب والدنيا كلها فقراصه فديه دلالة على قرب الفرج والسريع كمان لأن الدجاج بيتقال عليه فروج وكلمة فروج صيغة مبلغة لكلمة فرج فإن شاء الله سبحانه وتعالى فرج يعم على الرأي يمحو همومه وأحزانه كلها والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وكمان إن أي حد يشوف رؤية في المنام إن هو بيأكل فراخ أو دجاج مشوي أو مألي فديه دلالة للرأي على إن فيه أموال كتير جياله في الفترة اللي جاية بس مش هتيجي بالساهل ولازم هيبقى فيها شوية تعب ومجهود في العمل ومفيش حاجة في الوقت اللي احنا فيه ده بتيجي بالساهل ولازم كلنا نتعب ونشتغل وكمان إن أي حد شاف رؤية في المنام إنه بيأكل صدر الدجاجة فديه دلالة ليه على وجود فرص عمل أمامه يختار بينها وكمان هيحقق فيها كل أماله وأحلامه وكمان طموحاته طيب والرجل المتزوج اللي يشوف إن هو بيأكل فاخد الدجاج أو زي ما الناس كتير أو بتقول ورك الفرخة يعني فديه دلالة للرأي إن زوجته امرأة حسنة وكمان امرأة طيبة سهل التعامل معاها وإن الحياة بينهم بتصير بصورة طبيعية وجميلة والله سبحانه وتعالى قدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب كنا قلنا اللي يشوف الدجاج المشوي أو المقلي في رؤية في المنام فديه دلالة على أموال كتيرة بس بمجهود وتعب أما بقى إن شاف الرأي رؤية في المنام إنه بياكل دجاج بنيه فديه دلالة ليه على قدوم أموال إليه في الطريق كتير بس المرة دي هنقوم من غير تعب وأنا مجهود يعني نحطها بقى تحت الهبة تحت الورث تحت أي فلوس ممكن تيجي للرأي بدون مجهود وبصفة عامة اللي يشوف إنه بياكل دجاج مطهي أو مستوي في رؤية في المنام فديه دلالة للرأي بتغيير أحواله للأحسن وللأفضل مما كان عليها من قبل وأحب أوضح إننا مش بنتكلم عن أكل الدجاج الغير مستوي اللي هو الني يعني في لقاءنا لإنه لا يندرك تحت تفسيراتنا لإن مبدأنا هو إن أسعد الله منامكم والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وكمان إن أي حد كان في الحقيقة مجيون وشاف رؤية في المنام الدجاج المستوي أو المطهي فديه دلالة للرأي على إن دينه إن شاء الله سبحانه وتعالى هيتسدد وهتتحول حياته من القرض والهم إلى السعة والفرج والدجاج بصفة عامة للفتاة العزباء لما تشوفه في رؤية في المنام دلالة ليها على تحقيق النجاح في مجال عملها وكمان دلالة ليها على قرب زواجها إن شاء الله سبحانه وتعالى طيب وإن الشاب الأعزب شاف رؤية في المنام إن هو بيشتري دجاج فديه دلالة ليه على قرب زواجه وكمان هيكون زواجه من فتاة ذات مال كتير وهيعم عليه الرخاء بسبب هذه الزيجة والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وتمام كده أكون خلصت اللقاء أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته